اشتركوا في القناة بكم ابنائي طلاب الصف الاول الابتدائي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني ومع درس جديد بعنوان الطرح من الاعداد 10 و11 و12 واليوم سنتعلم ان شاء الله كيفية ايجاد ناتج الطرح من الاعداد 10 و11 و12 فهيا بنا نبدأ على بركة الله والان مع النشاط الاول يطلب مني ان اطرح من الاعداد 10 و11 و12 بطرائق مختلفة اولا يا شباب هنا كما نرى في هذه المسألة نقرأها في البداية 10 ناقص 2 كم يساوي قام يا شباب بتمثيل الكل هنا بمكعبات خطراء اذا ما علينا الا ان نستبعد الجزء المطلوب ونقوم بمعرفة الناتج اولا يا شباب نقوم باستبعاد كم مكعب من هذه المكعبات العشر احسنتم يا شباب نقوم باستبعاد مكعبين لان هنا في المسألة يطلب مني او في المسألة الاجزاء المطروحة هنا اثنان اذا 10 ناقص اثنان يعني نقوم باستبعاد مكعبين فنقوم هنا باستبعاد مكعبين يا شباب كما نرى اذا كم تبقى لدي من مكعب يا شباب احسنتم يا ابطال تبقى لدي ثمان اذا 10 ناقص اثنان يساوي ثمان احسنتم يا ابطال ننتقل للنشاط التالي ايضا يا شباب مثل المسألة السابقة اعطانا الكل وهو عبارة عن 11 مكعب ويود منا ان نجد الناتج كيف نتعرف على الناتج يا ابطال احسنتم نقوم باستبعاد الجزء اذا 11 ناقص 4 نقوم باستبعاد 4 مكعبات ليتبقى لدي كم يا شباب كم اولا نقوم بطرح اربع مكعبات قمنا الان بطرح اربع مكعبات كم تبقى لدي من مكعب احسنتم تبقى لدي سبع مكعبات اذا 11 ناقص اربعة يساوي سبعة والان مع النشاط التالي يطلب مني ان استعمل المكعبات الخضراء لامثل جملة الطرح اولا يا شباب في هذه المسألة نقوم بتمثيل الكل نمثل الكل بمكعبات خضراء الكل هنا كم احسنتم الكل هنا عشرة اذا نقوم بتمثيل الكل بمكعبات خضراء كما نرى والان كم نطرح من هذه العشرة يا شباب احسنتم نطرح خمس مكعبات يتبقى لدي كم احسنتم يتبقى لدي خمسة اذا عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة النشاط التالي نقرأ المسألة في البداية ونقول اثنى عشر ناقص اربعة يساوي ثمان يطلب مني ايضا ان استعمل المكعبات الخضراء لامثل جملة الطرح اولا يا شباب في البداية طبعا لا بد وان نقوم بتمثيل الكل الكل هنا كم احسنتم الكل هنا اثنى عشر نقوم بتمثيل الكل بمكعبات خضراء اثنى عشر مكعب ثم نقوم بطرح من هذه المكعبات كم مكعب سنطرح يا ابطال احسنتم سنطرح اربع مكعبات اذا نقول اثنى عشر ناقص اربعة قمنا بطرح اربعة يتبقى لدي كم مكعب يا شباب احسنتم يتبقى لدي ثماني مكعبات اذا الان قمنا بتمثيل جملة الطرح بالمكعبات الخضراء ابطال المثال التالي يطلب مني ايضا ان اقوم بتمثيل او بكتابة جملة الطرح الان هو اعطانا المكعبات ويطلب مني ان اقوم بكتابة الجملة اولا يا شباب لكتابة جملة الطرح اولا نبحث عن الكل الخطوة الاولى نبحث عن الكل الكل هنا كم يا شباب احسنتم جميع المكعبات الموجودة طيب نقوم بعد هذه المكعبات يا شباب لنرى كم مكعب لدينا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر اذا لدي في الكل اثنى عشر مكعب وكما هو الحال هذه جملة الطرح اذا نقوم بكتابة علامة ناقص اذا نقول اثنى عشر ناقص ناقص كم يا شباب كم لدي من مكعب يوجد عليه علامة خطأ احسنتم اربع مكعبات اذا اثنى عشر ناقص اربعة كم يتبقى لدي من مكعب يا شباب احسنتم يتبقى لدي ثمانية احسنتم يا ابطال ننتقل للمثال الثاني ايضا كما في المثال السابق اعطانا المكعبات ويطلب منا ان نقوم بكتابة جملة الطرح اولا يا شباب كما قلنا في المسألة السابقة نبدأ بالبحث عن الكل الخطوة الاولى لحل او لكتابة اي مسألة الطرح لا بد ان نبحث عن الكل الكل هنا يا شباب يمثله الرقم كم احسنتم يا ابطال يمثله الرقم عشرة احسنتم يا ابطال نعد معا لنتأكد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احسنتم يا ابطال اذا الكل هنا يمثله الرقم عشرة وكما هو الحال هذه مسألة الطرح اذا نقوم بكتابة علامة ناقص اذا عشرة ناقص ناقص كم يا شباب كم مكعب قمنا باستبعاده احسنتم قمنا باستبعاد ست مكعبات اذا نقول عشرة ناقص ستة كم يتبقى لدي من مكعب يا شباب احسنتم يتبقى لدي اربع مكعبات اذا عشرة ناقص ستة يساوي اربعة هنا في سؤال التقويم يطلب مني ان استعمل المكعبات الخضراء لامثل جملة الطرح اولا يا شباب اولا في البداية كما نعلم لا بد وان نجد او لا بد ان نمثل الكل الكل هنا كم يا شباب احسنتم الكل هنا عشرة اذا نقوم بتمثيل الكل بمكعبات خضراء كما نرى قمنا الان بتمثيل الكل كم نطرح من الكل او كم نستبعد من مكعبات احسنتم نستبعد تسع مكعبات كم تبقى لدي من مكعب احسنتم احسنتم تبقى لدي مكعب واحد فقط وهو الناتج احسنتم يا شباب ننتقل لسؤال التقويم الثاني يقول في حديقة الحيوانات افيال واسود وزرافات وحيوانات اخرى اكتب جملة الطرح التي تمثل الصورة يطلب مني ان اكتب جملة الطرح ولكي اكتب جملة الطرح لا بد واولا ان ابدأ في الفراغ الاول بكتابة او بكتابة الكل والكل هنا كم يا شباب من يعد معي هيا نعد سويا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اذا لدي في الصورة عشر افيال فنقوم الان بكتابة رقم عشرة في خانة الكل وكما نرى يا شباب هذه جملة الطرح اذا نقوم بكتابة علامة الطرح فنقول عشرة ناقص كم في المستبعد يا شباب احسنتم ثلاثة اذا عشرة ناقص ثلاثة كم يتبقى لدي من فيل لم نضع عليه علامة خطأ احسنتم يا شباب تبقى لدي سبع افيال اذا عشرة ناقص ثلاثة يساوي سبعة تعلمنا اليوم يا شباب كيفية ايجاد ناتج الطرح من الاعداد عشرة واحد عشر واثنى عشر وقلنا ان هناك طرائق مختلفة للطرح من هذه الاعداد فنسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا الفهم وان يرزقنا التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله